اشتركوا في القناة تستعمل الوسيلة التكنولوجية كوسيلة لتحقيق عدالة اجتماعية بلشت قصة لال بمبادرة تنساعد ولاد بالمستشفى كفو علمون تتذكري نايلة بس قلتلي انه بديك تتبعي لهم كتاب وقلتليك ليش ما منعمل لهم محتوى هونلاين وهيدا كان بالالفين وتناعش وبسرعة اكتشفنا انه المنصة فيها تساعد كل ولاد لبنان فخلقنا جمعية سمعينيها لال ومنصتنا سمعينيها تبشورة وتبشورة لقلنا كانت فكرة الاستمرارية مع الماضي نحنا ما مننكر اللوح والتبشورة بس منكملهم ناريمون متحسة فينا نستعمد هيك شي لأليمنتريي كلاسز لأ لأنا في تكست كبير بركة مسجلة أوديو ايه احسن ايه سأحبك لال بتستند على ثلاث غركيز الغركيز الاولى ابتكار منصات الكترونية تنساعد التلميذ ونساند الأساتزة الغركيز التانية بناء الكدرات طبع المدارية سوى المعلمين على الأرض والغركيزة الثالثة هي الاستمرارية من خلال نشاطات عديدة بمرحلة الرودات طلابنا الصغر بيكونوا بعد ما بيعرفوا يقروا يكتبوا فعلى منصة التبشورة خلقنا دروس لهيد المرحلة التأسيسية تكون حلوة وسهلة رح يكونوا الطلاب عم يشتغلوا باستقلالية ينتقلوا من صفحة للتانية بسهولة ويحلوا أنشطة بتناسب عمرهم قدمنا هذا البرنامج باللغات الثلاثة بالفرنسي بالإنجليزي وبالعربي صحيح أنا حليتوا بتلوصة وأنا كمان لصفوف الأول الثاني والثالث ابتدائي اعتمدنا منهجية لستوري تالينج لكل صف خلقنا مجموعة شخصيات مختلفة لبسناهم اتياب مهدومة وجهزناهم تيرافق الطالب بمسيرته التعليمية وتنساعد هالشخصيات يتفاعلوا مع القصة سجلنا الحوارات والأحداث بصوت مناسب كنا كتير متحمسين نحنا عم نخلق المحتوى لأنه بدنا الطالب يتعلم ويتسلب ذات الوقت وعقد ما قدرنا ما تركنا للملأ المطرح لما التلميز بيوصل على المرحلة المتوسطة المنهجية بتتغير بتصير مبنية على منهجية الاكتشاف يعني المعلومة ما بتعود تنعطى بطريقة مباشرة للتلميز هو بيكتشفها من خلال سلسة نشاطات تفاعلية مرتكزة على مهارات القرن الـ 21 يعني الكريتكال سينكينج والكرياتيوتي والبروبلم سولفينج وعملية التعلم مسحلة بالفيدباك والريتراي باطن يعني التلميز الوقت اللي بيعطي جواب بيجي في باك تيفكر ليش الجواب صح أو جواب غلط والريتراي باطن بيسمح له يعيد المحاولة لحد ما يلاقي الجواب الصحيح لأنه منصة التبشورة هي منصة التعلم مش منصة تقييم حسنا نخطع هذه الصفحة بدنا نقبس هنا على كورس كاتيجوري بدنا نقل سايكل وان واخدوا الدرس الأول اسمه عائلة سارة بما يتعلق بالتعلم عن بعد أو الإي لولنك مشيك اللبنان معروفة إن الانترنت والكهرماء ومشي نهيك بتكرنا حلول جديدة أول واحد منهم هو البوكس يلي هو كينية عن سورفر صغير بيسمح للترميز والأستاذ يستعملوا مواد تبشورة بلا إنترنت وبلا كهرماء والحل الثاني هو تبشورة موبايل أب اللي هو بتطبيق مجاني موجود بالبلاي ستور أو بالأبل ستور وبيسمح بتنزيل مواد تبشورة واستعمالها بطريقة أوفلاي طعب اكتشف لحاله شو اللي بيعرف و شو اللي ما بيعرف وهي بتقلك إذا الصح أو غلط وبتصلح لك الغلط بصير لأن الولد يتحمس لهذا الشيء حافظ يا أنه على ليل يبني عشباي يعني بدل ما نقض على التكتاك وعليه جواب اللي أكبر بالألفين وعشرين قامت لال بمشروع جديد بما أن الأساتي كانوا عايزين حدا يساعدهم تا يعلموا أونلاين تا يكتسبوا بنهجية التعليم أونلاين قامت لال بابتكار منصة جديدة للمدرس بالعصر الحالي ومع تطور التكنولوجيا والأساليب التربوية المبتكرة تبين أن التعليم المدمج بحيث أن الطالب يقدر يتعلم مع المدرس وبذات الوقت على الكمبيوتر اللي واحده هو أفضل استاتيجية تربوية ليش؟ لأنه بتحيل مشاكل لوجستية وتعلمية كثيرة بس كيف يقدروا المدرسين يطبقوا التعليم المدمج منذ دعمه؟ للمدرس منصة ومبادرة تم تطويلة من قبل معلمين لمعلمين هي عبارة عن مكتب موسع فيها موارد تعليمية استاتيجيات تربوية بذات الوقت خطط دروس تفاعلية للمدرس نعملية تساعد المدرسين على الانتقال لتعليم المدمج بشكل سهل أجري تعريفها كل شخصية وأضربوا إلى جانب الاسم المناسب لهم كمعلمة أنا بقدر استخدمه مثلاً بالصف يعني هيك هلأ هيدا وفر علي كتير اشياء أن يفوت وفوت يوتيوب وسايف على تليفوني وأعمل هيك كله موجود هون للافات لنظري الأكتيفيت دي محطوطة كتير بتقرب الولد أنه يحبه للسيانس مراكزة تانية لال بتقدم كباستي بلدين ويرد شوبس اللي هن دورات تدريبية مكرسة لتطوير المهنة عند العاملين بالقطاع التربوي من إدارات مدرسين ويسرين والأهل من خلال هؤل الدورات بيحصل المشاركين على تدريب عملي على منصة التبشورة وللمدرس مع تركيز على منهجية تحسين جودة التعليم من مرين كمان عمال الماكننة على تقنيات التعليم الإلكتروني ولهن حلول ما بتطلب الإنترنت وقتها برجع وعما حال تاني فيه إنترنت بمحي برجع بحق بنزل الشاب بيتر على تليفوني إذا أنا لحالة والإنترنت تمنح بالوقت اللي بيكون فيه الفريق على الأرض نحنا بقسم المونترينج أنت إفاليواشن من رفقهم ومن رائع بكيف عم تتطبق البرامج ومنركز على حماس وتفاعل لولاد والمعلمين كمان منجمع بيانات عن آراء المستخدمين قديم عم يستفيدوا من ابتكارات تبشورة وقديم بتساعدهم مناخد هالبيانات ومنحللها لأنه بتساعدنا لحسن المحتوى والخدمات اللي عم نقدمها كبيرت لال وصارت عم بتلبي حاجات تربوية أكتر منهج بتلات لرات منصة للأساتزة بناء قدرات وبحص وتطوير وتتظل المستديمة تواصلنا مع جمعية الفنار الفنار جمعية ساعدت لال تتحسن مهاراتها الإدارية وتسعى لإستقلالية مالية كرميل لال تكافي بمهمتها بنما تتكل بس على الهيبات والتبرعات قرر فريق لال بدعم من جامعية الفنار إنشاء قسمه كنساتد وهدف كنساتد أنه نقدم خدمات للشركة جامعية أو حتى لأي مؤسسة بيهم الموضوع بخلق محتوى تفاعله وهذا الشي حيصلحنا ندرنا نكافي مع لال وندعمه بسنين اللي جاية كل هالشي ما كان ممكن لو ما فريق لال الاستثنائي أعضاء فريق لال من كل لبنان وبيبسلوا التعايش بأرقى مفاهيمه نشتغل سوا منواجه صعوبات سوا منلاقي حلول سوا وبنتطور سوا وأنا أكيدة أنه مع هالفريق مع الشركة ومع كل الداعمين لال رح تتطور أكتر وأكتر وتكون على قد مهمتها تأمين العلم للكل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة